بمجرد وصول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية التي قضاها في ألمانيا إثرات عروضه لوباء كورونا اشتعلت منصات تواصل الاجتماعي على غرار الفيسبوك فرحاً وابدهاجاً بعودة الرئيس سالماً محافة فهناك من وصف حودة رئيس بالبشر التي ستربك أولئك الذين راهنوا على غيابه مؤكدين بالقول أن رئيس في وطنه بين أهله لتشييد الجزائر التي يحلم بها شعبها فيما رأى آخرون أنها بداية للخطوة الثانية لاستكمال بناء الجزائر الجديدة التي وعد بها رئيس تبون في مقابل ذلك اعتبر آخرون أن ملفات ثقيلة تنتظر رئيس الجمهورية بعد تماثله للشفاء لمواصلة مسر الإصلاحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية استبشر الجزائريون خيراً بعودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن بعثاً للإتمئنان معتبرين أنه فال خير مع اقتراب دخول العام الجديد ورداً ناجعاً لأعداء الجزائر والمتربسين بها من الداخل أو الخارج